مش بقى على مسؤول أندية، النادي الأهلي نارضة نارضة عجبك أداوة نارضة بالعب؟ لا نتكلم عن النادي الأهلي نضمنك كابتال عمرو أرون نتكلم عليه واحنا بنقول أنه دايما نقوط المنتخب، نقوط الأندية كبيرة، شغالها بشكل كويس عايزك نتكلم عن فريرة، وأنا اتكلمت في الإنترو عن فريرة، وزكاء فريرة في إقدارة المباريات لأنه عارف كويس قوي، أنه مع ضغط المباريات لازم يدور اللعيبة ولازم أنه يستغل كل الأدوات اللي معاها، حتى الولاد الصغارة لازم يستغلوهم بشكل كويس والنهاردة غيرت خالد غير طريقة اللعب أكتر من مرة وهو شغال وهو النهاردة على فكرة عمل حاجة أول مرة يعمل، وعايزين برضو نشرح لتسادة المشاهدين أنه هو، والزمالك كان بيبدأ الهجم مع كابتن، كان بلعب كأنه تلاتة وراء وقف حمزة المسلوسي يعطوه كأنه سنترباك نهاية اللمين، وامطير فتوح كأنه بلعب بتاتة وراء بس لما كان لما بيخسر الكرة كانت خالد، بيقلب أربعة تانية على طول الزبط، بيروح كتوح رضد وبتقلب أربعة وغير الحرك أو كان ممكن أقرب واحد من طول وص الملع كان ينزل شوية كمان مع المدافعين دون سواء إمام أو كان عبدالغاني وكان محمد عبدالغاني في الحالة كان هو مهتم شوية بالحالة دي وهو أول مرة يلعب ولمرة ستة يا غيرت وعلى فكرة والله أنا طلعت 8-3 شهور، قلت إن بديل طرق حمد في نادي الزمالك هو عبدالغاني قلت كاف درنامي وعليه بلعب بكرايت تلاقيه، مساك تلاقيه، باكليفت تلاقيه يعني أنا في المواطسة السنة اللي فاتت اللي احنا كسبنوه، لما تعور كان بلعب بكرايت وهو لعب نهايب كنفدراليا مع جروس بكرايت لا، ودايما أنا كنت نقود التفكير للمدرب لما لعب نمرة ستة الأساسي بتاعه الارتكاز يتعور إن أنا لعب مساك مكانه، يلعب في الحالة دي يعني أنا فاكر كويس جداً مورينيو مع ريال مادريد، كان بيلعب بيب، كان بيلعبه نمرة ستة وفي تشيلسي لعب زوما أكتر من مواطش نمرة ستة لما كان عنده مشكلة في الحالة بتان نمرة ستة فهو ده أحسن، أحسن، وده الشكل طبعاً الدفاعي اللي عمله فريرة وهو محوش الكرة بالأربعة، أربعة، واحد، واحد، واحد وبعد كده كابتن فشوت التاني رح ملعب أوباما هديره جنب عبدالغاني، وكأول لما جاب بجول، راس حربة ورح قلب أربعة، ثلاث، 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 نزل إسلام جابر، لعب إسلام جابر وزيزه وتحتيهم عبدالغاني لا، ودنو شغلها طول المطش، على طول، وعمل كده مطش لاهلي وهو ده المدرب برده كافي، يعني المدرب اللي قاعد يقاري اللعب والشغال إزاي في الملعب أنا بحب المدربين اللي بيتعاملوا كده يعني يعني في مرونة لازم لازم يقفين مرونة عندك تكتكاه في الملعب، سواء أنت جوه الملعب أو من خارج الخطور يعني هو برضو عمل التغييرات اللي عملها قلبة لمطش وهو نجمه عارف امت بلاعب ده وامت يطلق وبدأ بفتوه وله عارف انهم دوش لي ها بقت بخامس سربين دا هكذا نزل عبدالله برجوه من الانشطين مت شوفت التحفز الليطه بإيك في مستفى برضوني احنا أنا ما كنت لسا ً أتكلم في الحد ديت يعني برضو الاجنعة بعيدة او اخبت باني ستة احنا كمان مشكلة مشكلة يعني حتى عبد الرحمن عاطف اللي هو جويله ده ده فروت تمام احنا التلاتة اللي تحتيه كانوا بيقوا بعيدة عن بعد قوي احنا كمان احنا عندنا حميد مو من احسن العيمة في المكان ده راجل ده اوه لو ما ملعبش كانتبقى فيه كوارس علينا لكن الراجل ده برضه شايل عب كبير جدا في المطش فبرضه عندنا فراغات ده برضه ده ايه ده المنظر اللي هو الدفاعي اه لا وبصها كابت ده الوقت اللي هو نزل فيه فريرا نزل فيه اوباما جنب عبدالغاني كان لعيدنا مرتاماني بس ما فيش ضغطة كابتا ميضا فيش ضغطة خالص يعني انت ايه في زحمة بس ما فيش ضغطة بس ما فيش ضغطة وعندين انت لازم تدله فرصة يلو يلف بكورة ويشتغل وكلام ده ما فيش اي مشكلة الفرق الكبيرة ديت او الفرق اللي هي اللي عندهم مهارة دي لازم عشان عشان تدايقوا في اللعب لازم فيه بالذات عن ملعبك كابتا يعني طول عمر المحلة حتى حتى المحلة لما لعب الاهلي في الدول الاول طول المحلة السنة اللي فاتح المحلة على طول بيدغط في ملعبه النهار ده هو سابر اللي استحوز ثلاثة عشان يمزق نص سابر